بسم الله صلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد اللي غاني نديروه على الضلعة ديال الغنمي بالبرقوق انا بالنسبة لي انا استعملت الضلعة ديال الغنمين تومي لا ما تسوفرتش عندكم يمكن لكم تستعملوا طروفة صغار ولا كبار ديال الغنمي را نفس الطريقة. بالنسبة المقادير غاني نحتاج السعفران شعراء غاني نحتاج قبصة ديال راس الحانوت غاني نحتاج الخرقوم البلدي قضامة الخرقوم الكامون القزبور يابس سكنجبير الإبزار شوية ديال الملحة اربع حامضة مرقدة مباصلة متوسطة جوج معي لقات ديال الزيت البلدية غاني نحتعمل ثلاثة ديال فصوص ديال توم جوج معالق ديال الزيت نباتية بالنسبة للبرقوق غاني نحتاج له جوج معالق ديال القرفة غاني نحتاج ما يعادي الخمسات المعالق كبار ديال سانيدة تقريبا اه كاس صغير ولم توسط ديال سانيدة على حسب الكمية ديال البرقوق اللي استعملته. انا غاني نفط نجرة ديالي غادي نسيس ما قلت لكم شخصني وندير في اللول واحدة كاس صغير ديال الما غادي نديره فالطنجرة ديالي هي اللو هو اللول باش كان ندير اه توابل من بعد اه توابل اللي غادي نديرها في داك الما غادي ندهن بها الطلعة ديالي كيفما قلت لكم غادي ندير قياس ديال الملحة علاش لانا غادي نستعمل داك ربعة دياله اه ديال الحامض مرقد وغادي يكون غايعطينا الملوحة للطلعة ديالنا دلت السكنجبير وليبزار غادي ندير اه القصبور والكامون كيفما قلت لكم توابل عينكم ميزانكم انا ما كان عبرهم شو بالضبط يعني عندي الخرقوم البلدي عندي راس الحانوت واحد قبصة ديال راس الحانوت بالنسبة للزعفران شعره ما غادي نديرو دابا غا نخليه دا ما نوريكم المرحلة وقتاش غادي نديرو غادي ندير اه نصف ديال كمية ديال ضامة ديال الزعفران غادي نحل لك المقادير ديالي كان هزد طلعة ديالي كان نخوئ لي هادك توابل وكان خليها ترقد فيهم واحد المودة كان كان واحد المودة على ما نوجد البصلة ديالي غادي نحك ثلاثة ديال فصوص ديال توم توم تحكيه كرقيقة بهذه الطريقة من بعد غادي نضيفهم لطنجرة ديالي الباعة ديال الحمضة المرقدة ما غادي ناخد غير اللوب ديالها بالنسبة القشرة غادي نحتفظ بها نستعملها فصواخره غادي نشلط البصلة بهذه الطريقة يعني تكون رقيقة أنا وريسكم مراحل بترتيب وبشوية يعني باشتلي ما كي لأول مرة غادي نصب تنجرة ديال الحمضة الغمي غادي جي طريقة سهلة وبسيطة غاستمر في تشلاد ديال البصلة ديالي بها الطريقة من بعد غادي نضيف هالتنجرة ديالي اه قبل ما نضيف البصلة غادي ندهن اه دلعة ديالي بدك تومة ودك الحمض مرقد ونحاول ندخل مع هادوك توابي لكل هاليدرس دك شي لاش دردك ويست المفلول لانه هو باش يخلي ليه دك دك العطرية تدخل ليه في الضلعة غادي نضيف عليها البصلة اللي قطعت معكم من قبل من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نحضروا البرقوق على ما تحر لنا الجاملة ديالنا اه نده بدرت البرقوق درته في واحد البول اللي فيه الماء باش نغسله مزيان يعني ضروري خاصو يتغسله مزيان باش تخرج منه دك اذا كانت فيه شي شي حاجة ولا شي اوسخ نغسله بها الطريقة كانديرو في الكاسرول ديالي غادي نضيف عليه قياس ديال ما اللي غادي 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 نضيف عليه قياس ديال ما اللي غادي غادي نضيف وغادي نضيف فوق نار متوسطة حتى يغلى حتى يتسلق ليه دك البرقوق غادي نرجع معكم التنجرة ديالنا اللي خلدنا هاكا تتقلى فوق البوطل اللي درناها على نار متوسطة عندما يكن نزلوا البصلة ديالنا كاملها وغادي نبقى نقلب آآ آآ الضلعة حتى تتحار و من جميع الجوانب حتى تتبال معنا البصلة ديالنا غادي نغطي التنجرة ديالي وغادي نخلي ديك البصلات تتقلى معايا حتى تتبال مزيان ومن بعد هانتو معلها الطريقة هيا من بعد ما مزد بلات شوية غادي نزيد نحرك نقلب اضلعه ضروري ما كتبقى اضلق معاكم بهذه الطريقة يعني عادي انا في اللول ارا ما درت لا زيت لا والوي لا لاحظتوا معايا علاش لانا بغيت المقادير كلها تدخل في ديك في ديك تطلعه و تشربها ليد طلعه ديالي باش كيدخلوا لها المقادير مزيان يعني إلا درتو الزيس بعد المرة تزيتني إلا درتوها من اللول كتحبس ما كتشربش لنا لا دفجاج ولا في اللحم بجام نفس طريقة ما كنديرش هانا زيت من اللول باش كتشرب معانا لا تطلعه ولا تجاج من نفس طريقة ما كنديرهمش الزيت دابا غادي ندير الماء الكافي اللي غادي طيب ليه اطلعه غادي نرجع نوريكم نرجع معاكم نوريكم البرقوق هانتو ما يلا شفتوها راه بدا كي يغلى ديما كمقام راقباه باش ما ينشوفش ليه وفي نفس الوقت حيت خاصني نعرف القياس باش نزيد القرفة وسكار سانيدا دابا هانتو ما يلا لحتو معايا راهنك المادرتو احتفت البرقوق مني نوصل نص ديال البرقوق زيت القرفة وزيت سكار سانيدا من بعد غادي نرجعهم فوق بوطة على نار متوسطة غادي يزيدي غلا حتي يتكارا ميليزا معايا داك المالي الى لحتو راه همارا وصل لما بنص ديال البرقوق غادي نرجع نحل الطنجرة معاكم غادي تشوفوا كيفاش بدات كاتغلة غادي نزيد لها داك الزعفران شعرة ودابا غادي نزيد الزيت الرومية والزيت البلدية جوج مع القبار ديال زيت الرومية جوج مع القبار ديال زيت البلدية من بعد غادي نرجع نوريكم البرقوق ديالي كيفاش بدا كيتكارا ميليزا بدات كاتختار ديك المريقة ديالو وهانتما راه منفوخ معانا هانتما اولا معلك الى ارضيتوا البال في الفيديو هانتما كيبال لكم دوك الفقاعات اللي كيطلعوا معلكين وتقيل دا بغا راجعوا لطلعة ديالنا الى شوفتها هانتما بدات كاتتتحمر ليا من الفوق يعني غنعرف ان الحم ديالي راه طاب غادي نستمر بنفس طريقة حتى تنقص معي المريقة وتشحر كيكون واحد الطعم لديد فيها واحد البنة منعودش لكم انا هاد الوصفة جربوها رهم مجربة مئة في المئة ومضمونة البنات اللي اول مرة غادي طيبو الحم الغنمي انا قدمت الاطلعة ديالي بها الطريقة غادي نوريكم كيفاش غادي ستفو البرقوق وانا غادي نزينها باللوز لمقلي ومسلوق ومقلي غادي نوريكم هاي الطريقة بكيفاش مستفتو كندير البرقوق هو اللوال كندير فوق اللوز كي يجي رائع رائع جدا واحد الماداق ما نعودش لكم عدد السوفة في اليوم الثاني من رمضان كانت اكلة زمام متكاملة وزوينة وبنينا كانت منا تجربوها ما بقى نقول لكم الا السلام عليكم اشتركوا في القناة